اشتركوا في القناة وجهوده العلمية في الأحساء والبصرة تعلمون سيادتكم أن في مثل هذه المؤتمرات العلمية لا نستطيع أن نقدم البحث وما جاء فيه بشكل كامل وإنما نحاول أن نعرض مضمون البحث عرضاً موصوفاً بالإيجاز التزاماً بالوقت المحدد ولا يخفى عليكم أيها المؤتمرون الكرام أن علماء الكردي خدموا المسلمين خدمة جليلة كماً وكيفاً وأسهموا في الحركة العلمية والفكرية والثقافية إسهاماً كبيراً فأنجبوا علماء ومفكرين وقادة ومجاهدين وشعراء وأدباء ولغويين وفقهاها وأصوليين وقراء ومفسرين وآثارهم العلمية دالة على ذلك ولا تزال نتاجاتهم العلمية والفكرية مرجعاً أصيلاً تدرس في كثير من البلدان والحواظر الإسلامية ومن هؤلاء النوابغ شيخنا عبد الله البيتوشي والحديث عن البيتوشي حديث عن قامة وقيمة علمية لما له من جهود مباركة تأليفاً ونظماً وشرحاً وتعليقاً وتقريضاً وحواشي وجاء هذا البحث تثميناً لجهوده العلمية المباركة وإحياءاً لسيرته العطرة وبياناً لما له دور في الحركة العلمية في القرنين الثاني والثالث الهجريين في كردستان وفي البصرة والأحساء ويسعى هذا البحث إلى جملة من الأهداف من أبرزها التركيز على جهود البيتوشي العلمية في الأحساء والبصرة تدريساً وتأليفاً ونظماً وشرحاً كما يهدف إلى بيان دور البيتوشي في الربط بين الحواظر الإسلامية من النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهجان الاستقراء والوصف وقد اقتضت طبيعة الموضوع والمادة العلمية المجمعة لدينا بناء البحث على مبحثين وخاتمة وتوصيات أما المبحث الأول فيتكون من مطلبين الأول يتناول سيرة البيتوشي اسمه ونسبه ولقبه ومولده ووفاته والثاني يخص شيوخه وتلامذته والمبحث الثاني يناقش مطلبين أيضاً الأول يخص تآليفه ومنظوماته وشروحه وحواشي وأما الثاني فيركز على جهوده العلمية في الأحساء والبصرة ثم تأتي الخاتمة لإبراز أهم النتائج والتوصيات مع ثبت للمصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث اسمه الكامل هو عبد الله ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الكردي الشافعي البيتوشي واشتهر بالبيتوشي بكسر الباء وليس بفتحها كما نص البيتوشي نفسه على هذا في شرحه صرف العناية بقوله والبيتوشي نسبة إلى بيتوش بواحدة مكسورة فمثنات تحتية ساكنة وأما ولادته فهناك اختلاف دار بين العلماء والمؤرخين ونحن نميل إلى رأي الشيخ القاضي والمفسر محمد خال الذي يرى أنه ولد بين سنتي ألف ومئة وثلاثين وألف ومئة وأربعين وفي وفاته اختلاف أيضا في تاريخ ومكان وفاته والأرجح عندنا أنه توفي في البصرة سنة ألف ومئة وإحدى عشرة للهجرة في عمر ناهز ثمانين عاما ودفن في الزبير بمقبرة الحسن البصري رحمهم الله جميعا وقد رثاه تلميذه الشيخ عثمان ابن سند البصري بقصيدة مكونة من خمسين بيتا ونيفا منها يقول على مثله يبكي اليراع ودفتر وتبكي أعاريض عليه وأسطر تحن المعالي نحوه وهو في الثرى فبطن الثرى مذ ضمه يفخر وأبكي له بيض السفات وغرها ولو أن دمعي ما أبكيه أحمر وأندبه في بكرة وعشية وإني عليه بالبكاء مقصر وكيف رقادي وهو في اللحد راقد وكيف بروزي وهو في القبر مثمر ومن أبرز شيوخه والده الشيخ محمد البيتوشي وأخوه الشيخ محمود البيتوشي والعلامة محمد بن الحاج والعلامة صبغة الله الحيدري والعلامة عبيد الله ابن صبغة الله الحيدري والملى محمد الغزائر أما تلامذته فأبرزهم الشيخ محمد بن أحمد العمري الموصلي والشيخ عبد العزيز بن صالح آل موسى والعلامة عثمان بن سند البصري العالم والأديب والمؤرخ أحد أعلام البصرة وكبارها صاحب كتاب سبائك العسجد وأصفى الموارد والغرر ومطالع السعود والشيخ ناصر بن سليم النجدي والشيخ عبد الله بن عثمان النجدي والشيخ الملى أحمد بن رسول القراوي والشيخ معروف النودهي ومن لا يعرف الشيخ معروف فهو اسم على مسمى وله تأليفات كثيرة في شتى العلوم تتجاوز خمسين مؤلفا من أهمها تحقيق الإسلام ومنظومة في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وحديقة السرائر في نظم الكبائر وطريقة البصائر إلى حديقة السرائر وكفاية المعاني في حروف المعاني والأدعية المستطابة في الأدعية المستجابة والمكفرات والمبشرات وصرف العناية في كشف الكفاية والحفاية بتوضيح الكفاية وله حاشية على البهجة المرضية في شرح الألفية للإمام السيوطي وحاشية على مجيب الندى إلى شرح قطر الندى للفاكه ومنظومة الكاف في علمي العروض والقواف ومنظومة في مثلثات الأسماء والأفعال وله ترجمة لملحمة دانيال من الفارسية إلى العربية وله شرح لمقصورة ابن دوريد وله شرح الشافية لابن الحاجب الكردي وأما جهوده العلمية في الأحساء والبصرة فتتمركز في هذه الجوانب الآتية أولا في التدريس فكان البيتوشي رحمه الله بعد وصوله إلى الأحساء بمدة قصيرة ذاعت شهرته حتى أعجب به حاكم الأحساء عرعر بن دجين فعينه مدرسا في مدرسة شرعية في بلدة مبرس التابعة للأحساء واشتغل بالتدريس قرابة أكثر من عشر سنوات وفي البصرة أيضا عين مدرسا في مدرسة الرحمانية قرابة سنتين في المدة التي كانت البصرة محتلة من قبل صادق خان الزندي سنة ألف ومائة وتسع وثمانين ومن أهم ما ألفه البيتوشي في الأحساء أولا كفاية المعاني في حروف المعاني والحفاية بتوضيح الكفاية وصرف العناية بكشف الكفاية وطريقة البصائر إلى حديقة السرائر والمكفرات والمبشرات وشرح الشافية لابن الحاجب ومن أهم ما ألفه في البصرة حديقة السرائر في نظم الكبائر ومنظومة في مثلثات الأسماء والأفعال أما في نظم القصائد الشعرية من غير المنظومات التعليمية فكان البيتوشي شاعرا بارعا ذاق ريحة شعرية مرخفة صادقا فيما يقول لذلك نجد صوره الشعرية تتسم بالصدق الفني فكان يختار من المواضيع أنسبها ومن الألفاظ أجملها ومن المعاني أدقها ومن الصور أصدقها ومن البحور أوفاها مع أنه كان يأبى أن يلقب بالشاعر فيقول في أبيات مع أنني لا أرتضي بالشعر لي لقبا وإن يكو كل من حسجدي يأباه لي علمي وآباء الأولى ورث المكارم سيدا عن سيدي لكن أحيانا أذود بنظمه عن خاطري هم الزمان الأنكدي وفي الأحصاء والبصرة نظم أشعارا وقصائد كثيرة جدا في موضوعات المديح والرثاء والغربة والعتاب وغيرها من الموضوعات الشعرية ومن أشهر هذه القصائد قصيدة اشتهرت بالقصيدة العراقية يقول فيها إني أحن إلى العراق ولم أكن لا من رصافته ولا من كرخه لكن في بغداد لي من قربه أشهى إلي من الشباب وشرخه ومن أبرز النتائج التي توصل البحث إليها سعى البيتوش سعيا جادا إلى إنشاء صلاة وعلاقات علمية بين الحواضر الإسلامية وبهذا استطاع الربط بين كردستان والبصرة والأحساء من النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية وكل ذلك يؤكد على تأثير علماء العراق عامة وعلماء كردستان خاصة في غيرها من الحواضر الإسلامية الأخرى ثانيا كان للبيتوش دورا مهما في فتح قنوات التعاون والإرشاد والإفتاء بين الحواضر الإسلامية مما نتج عنه تقريب بين المذاهب الفقهية وبالتالي أدى إلى ترسيخ مبادئ التعايش والإحترام بين أتباع المذاهب الفقهية المختلفة التوصيات أولا أدعو الباحثين وطلاب الدراسات العليا بتناول تأليفاته ومخطوطاته دراسة وتحقيقا وثانيا انعقاد مؤتمر خاص بجهوده العلمية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله